الحسد ومخاطر الحسد وهل الحسد مثبت علميا كما ورد في القرآن الكريم أم أنه ظاهرة لم تثبت بعد سوف نجيب باختصار أيها الأحبة الحقيقة الحسد شيء موجود ويجب أن نقتنع به لأن القرآن حدثنا عنه قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال أيضا ومن شر حاسد إذا حسد إذن الحسد موجود وهناك سورة كاملة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلمها لنستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر الحاسد ومن شر السحر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا أقبل وأظلم وما فيه من شرور ومن شر النفاثات في العقد السحرة وشرهم ومن شر حاسد إذا حسد فالعين هذه أيها الأحبة بالفعل تحسد علميا هناك بحث فريد من نوعه درس العلماء ظاهرة الحسد يعني عندما تنظر أنت لشخص لديه مال مثلا وتتمنى أن يزول هذا المال عنه وأن تكون هذه النعمة التي هو فيها أن تكون لك هذه النعمة وأن يصيبه شر مثلا هذا الإحساس أو هذه الحالة أخضعت للتجربة وتبين للعلماء أن الدماغ ينشط بشكل معقد جدا أثناء عملية الحسد فالدم يتدفق عبر أيزاء الدماغ بسرعة ويكون هناك نشاط كبير غير اعتياد للدماغ يعني هذا الأمر أثبت علميا الحالة العاطفية للإنسان أيها الأحبة عندما الإنسان يتأمل ويخشع لله تبارك وتعالى وبخاصة في الصلاة يكون تدفق الدم قليلا والدماغ يعمل بطريقة مريحة أثناء الحسد تجد أن الدماغ ينشط في أجزاء محددة قليلة طبعا هذه الأجزاء يكون فيها تركيز عالي جدا لطاقة وللدم وحتى الموجات التي يبثها الدماغ باستمرار تختلف يعني الموجات الحاسد التي يبثها الدماغ هناك ثلاثة أنواع من الأمواج الكهرومغناطيسية يبثها الدماغ باستمرار هذا أيها الأحبة هذه الموجات التي يبثها دماغك أيها الحاسد تؤثر على الآخرين يمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا يعني يقول العلماء عندما تكون حزينا فإن الدماغ يعاني من بذل جهود إضافية أيضا هناك مناطق تنشط أثناء الحزن لذلك كل آيات القرآن التي ورد فيها الأمر فعل أمر وجاء فيها الحزن دائما لا تحزن لا تحزنوا مثلا لا تحزن إن الله معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا كل الآيات أيها الأحبة فيها نهي عن الحزن لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد لنا الخير يريد لهذا الدماغ أن يعمل بحالة هادئة لا يريد أن يشتت الطاقة الموجودة في الدماغ على أشياء تافية لا تضر أو تضرك ولا تنفع يريد القرآن منك أن يجعل كل طاقتك للخشوع والتأمل والتدبر وأن تكون مسرورا سعيدا لذلك الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك ينصح العلماء اليوم أيها الأحبة ينصح العلماء بعدم الحزن تفاديا لتلف جزء من خلايا الدماغ التي تسبب الشيخوخة المبكرة أو ما يسمى بالزهايمر أو فقدان الذاكرة الحسد أيها الأحبة كما لاحظ العلماء يؤذي الدماغ يؤذي دماغك أيها الحاسد لذلك احذروا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الحسد واستعاذ من شر الحاسدين الحسد شيء سيء جدا والعلم يثبت ذلك يعني هذا الكلام موجود على موقع سايانس ديلي لمن أحب أن يطلع يقول الباحثون في هذه الدراسة إن الحسد يؤذي الدماغ ويسبب اضطرابات في الشخصية والدماغ في حالة الحسد يكون مشوشا ويصعب على العلماء حتى تمييز المناطق التي تنشط أثناء الحسد لأن الدماغ كله مضطرب ومشوش يعني أشبه بسفينة تجري في وسط زوبعة وأمواج لا تدري كيف تذهب يميناً ويساراً هذا هو دماغ الحاسد التجارب الطويلة التي أجراها العلماء على الدماغ البشر تبين من خلال المسح برانين المغناطيسي الوظيفي أن هذا الدماغ يكون في حالة هيجان وفوضى أثناء ممارسة الحسد لذلك العلماء علماء النفس وعلماء الطب يقولون لك من الأفضل أن لا تتمنى نعمة لغيرك أن تكون لك وهنا لدينا آية عظيمة في القرآن ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه طيب ما هو الحل؟ ورزق ربك خير وأبقى أخذك أخذ دماغك وتفكيرك باتجاه رزق الله خير وأبقى وبالتالي أيها الأحبة بالنسبة لكل إنسان يشعر أنه محسود العلاج بسيط جداً وهو هذه السورة قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة سبع مرات رقم سبع له تأثير كبير على السحر أيها الأحبة على إبطال السحر على إبطال الحسد لذلك نحن عندما نذهب في عبادة الحج نرمي إبليس بسبع حصيات أو جمرات ونسجد على سبعة أعظم طاعة لله والقرآن أنزل على سبعة أحرف لذلك الفاتحة التي هي أم الشفاء النبي سماها أم القرآن ويمكن أن تكون هي فاتحة الشفاء أم الشفاء قراءة الفاتحة سبع مرات بالإضافة للمعوذتين وطبعاً قل هو الله أحد وآية كرسي دائماً استخدموا الرقم سبعة تكرار سبع مرات له تأثير الرقم له تأثير أيها الأحبة ليس عبثاً لذلك الله تعالى أمرنا أن نرمي إبليس والشياطين بسبع حصيات الرقم سبعة وعذبهم بالرقم سبعة أيضاً وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها كم سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فأنت عندما تشعر أن أحد يمكن أن يضرك هناك جزء من آية بسيط جداً الحقيقة وأنا دائماً أكرره وأنصح بذلك الله تبارك وتعالى يقول فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم عندما تكرر هذه الآية سبع مرات أو جزء من آية سبع مرات فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم سبع مرات تشعر في داخلك راحة نفسية عظيمة وتشعر أن الله تبارك وتعالى قريب منك وهو قريب بالفعل وهو معكم أينما كنتم تزول عنك هذه الأحاسيس المدمرة الأحاسيس السلبية هذه التي تظن أن فلان قادر أن يضرك هناك أيضا مقطع في سورة البقرة يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله التكرار هنا ضروري أيها الأحبة لخلق أثر في عقلك الباطن أن الذي يضرني هو الله فلماذا أخاف من فلان لا يصيبني إلا ما كتب الله لي وهناك أيضا الآية الكريمة الشهيرة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون احفظها احفظوا هذه الآيات كرروها سبع مرات هذا سيحدث أثرا عميقا في دماغك وفي عقلك الباطن أو غير العقل اللاواعي ما يسميه العلماء كذلك يحدث أثرا يمنحك اطمئنانا أن الذي يضر هو الله الذي ينفع هو الله الذي يكفيني هو الله فسيكفيكهم الله لذلك أيها الأحبة الإسلام نهى عن هذه العادة السيئة بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلجأ إليه ونستعيذ به من شر الحاسدين قال تبارك وتعالى ومن شر حاسدا إذا حسد لذلك يمكن أن نقول إن هذا الاكتشاف العلمي حول الحسد لا يناقض القرآن أن يتفق مع القرآن إذن القرآن ليس كتاب أساطير كما يدعي بعض الملحدين الملحدون شككوا بموضوع السحر والحسد والعلم اليوم يكشف الضرار هذه العادة السيئة الحسد وغيرها يعني هم دائما العلماء الذين لا يؤمنون بالله يعالجون هذا الأمر بأن تزيد ثقتك في نفسك ثقتك في نفسك وتزيد وكأنك أنت الذي تسيطر أما القرآن يعطيك أسلوب رائع للعلاج يبرئك من نفسك تتبرأ من حولك وقوتك ونفسك وسلطتك وكل شيء وتلجأ إلى الله أعوذ أي ألتجئ يعني أحتمي بالله تماما مثل أنت إذا كنت ضائع واحتميت بملك من الملوك عذت به أو لجأت إليه أو احتميت به فأنت تحتمي بالله عز وجل إذا احتميت بالله هل يستطيع أحد أن يضرك نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق